سبحان الله الإنسان يصنع العمل الطيب بل لربما النية الطيبة فيجد الإنسان نفسه محاط بأعمال خيرة محاط بتوفيق من الله سبحانه وتعالى والسر في ذلك هو جمال القلب سريرته الصالحة النقية الطيبة هذا هو الفرق ولربما ينوي الإنسان نية لا ترضي نية غير جميلة فيقلب الله سبحانه وتعالى كل ما يحيط به فيكون ضده حتى التعينات تنقلب عليه وبالسبب في ذلك هو أن القلب هذا الذي جعله الله سبحانه وتعالى موضع نظره هذا هو القلب إذا صلح الجسم كله بل صلحة الحياة فيما حولها ومن عطاء الله الإسكندري عنده عبارة يقول فيها إذا صلح القلب أصلح الله بصلاحه غيره وإذا فسد القلب أفسد الله بفساده غيره يعني حتى بفساد القلب في الداخل يفسد الله البيئة التي حوله أجمل ما في القرآن في الحديث عن جمال القلب وتحول هذا القلب من شكل جمال ينفع الآخرين هي قصة أهل ضروان أصحاب الجنة أصحاب الجنة في سورة القلم الأب طلب من الأولاد أن يتركوا الزروع والمكارم والثمرات كما هي وأوصى بنيه بأن تبقى مكارمه إرثاً يقيموا لهم في المجد بنيانا أنه خلوا هذه المزارع وتركوها بعدي وأوصاهم الوصية القرآن لفت عجيبة وغريبة عندما مات هذا الأب وأخذوا ينطلقون إلى الحديقة إلى البستان من أجل أن يأخذوا ثمار أضمروا في قلبهم نية إلى أن هذا الإنسان المحتاج صور الجميلة يأتي الإنسان وتعطيه من الثمرات وتشكر ويفرح بها وأنت تفرح ويبارك الله فيها يعني صبغة جمالية ثم انظروا قل انظروا ماذا في السماوات الأرض وينظر الإنسان إلى طعام كل هذا هو من النظر لكنهم حرام المسكين عندما أتى وهم يتراكضون عندهم نية سبحان الله ينطلقوا وهم يتخافتون شيف القلب شوف اللفتة الجمالية في القرآن فانطلقوا وهم يتخافتون إنسان عادة عندما ينطلق ويجري لا يستطيع أن يخفي الكلام تلاقيه وهو يهرول يرفع صوته شوية عشان يسمع هنا ينطلقوا يجروا وهم حتى يتخافتوا في خفة الصوت من أجل لماذا من أجل أن يحرم الإنسان هذا الفضل وما أحسن ما قال الشاعر العراق يصف هذا الحال يقول الحرص قد يجعل الأحرار عبدانا وقد يصوه من الأموال أوثانا إذا رأيت قلوبا بالندى بخلت فاصنع بها في أثاث البيت جدرانا أنت تسوي زينة في الجدار سويها ما عندي مشكلة قد تكون هذا الجمال الظاهر لكن ليس الجمال الباطن فاصنع بها في أثاث البيت جدرانا كم قصة في كتاب الله ناطقة يعيدها الناس في دنياه الآن أصحاب جنة ضروان وقصتها قد أنزل الله فيها الوحي قرآن قد كان صاحبها في الفضل ذاشيامي شوف الجماليات أندا من الروض أزهارا وأفنانا أوصى بنيه هذه الآن جمال اللسان أوصى بنيه بأن تبقى مكاريمه إرثا يقيم لهم في المجد بنيانا لا تبتنوا الشحة بعدي في مزارعكم لا تجعلوا جنتي بالحرث نيرانا فما احتجزت عن الأهلين ثروتها يوم الحصاد ولا أهملت جيرانا يا أخي حتى الكلام الإنسان لما يكون صادق في نفسه وقلبه طيب يجعل الله حتى الجمال في عبارته فوفقه الله سبحانه وتعالى في المعاني لكن الإنسان إذا كما قد غفل سينطلق إلى معنى آخر وليأذو بالله شكرا للمشاهدة